وانا بتابع الايام اللي فاتت وحضرتك بتتابع وكلنا بنتابع تلاقي ازامات مطلحكة جد اشي زمالك مش عايز يلعب مباراة اشي بيرامدز معطرد على المبارادية انه عايزة تتحسب له يعني الاهلي مش عاجبه حكم المصري متضايق من حاجة الاتحاد كان ليه جولم بارح هتلاقي مثلا المطش بتاع حرس الحدود وسبورتنج في الدرجة او في دولة المحترفين تحت فرقة واحدة بس هي اللي بتؤدي السلام الوطني والتاني لسه جوا ماذا ما خرجش هتلاقي مثلا في اتنين بيتخلقوا مع بعض في برنامج هتلاقي واحد طالع يشتم في التاني هتلاقي ملعب مش جاهز هتلاقي مصور ما عملش شغله هتلاقي معلق مش عارف عمل ايه هتلاقي ازامات ازامات وكسس وحكيات طول الوقت طول الوقت ليه كده ومين المسؤول ان صورة كرة القدم المصرية دايما مشوها وما بعرفش هو ما فيش حد بيحس انه ده يؤثر عالكل بشكل مباشر مش بشكل غير مباشر بشكل مباشر ازاي انت لما المنتج بتاعك اللي احنا كلنا متفقين انه مش في افضل احواله انه مش منتج جيد جدا يعني وعايز يبقى صورته حلوة عشان يتباع تعمل ايه تحلي المنتج بتاعك تحليه هو مش منتج حلو بس تحليه انت هديك مثل بسيط جدا وسهل جدا باترينا في اي محل بيحطوا ايه بيحطوا احلى حاجة عندهم يخلي المحل ده تقول ايه ده انا اخش هجيب من المحل ده احسن حاجات في الدول ممكن المحل من جوه يبقى خربان وشكله وحش ومعنده مفوش منتجات كويسة ولا ايه حاجة بس هو ايه جابك خلاك تدخل المحل اهو بالزبط الدوري المصري بتاعنا كده احنا حتى المنتج اللي مش حلو ده مش عارفين نطلع منه الحلو عشان نبيع بيه ونبيع بيه ده حرف مش مجازي هو بالمق يعني هو بالحرف كده نبيع بيه انت عايز تبيع المنتج بتاعك يعني لو المنتج بتاعك ده مثلا بيجي 200 مليون جنيه في السنة 300 500 مليون جنيه في السنة لو انت عرفت تحليه تخلي شكله حلو يجي مليار و2 مليار و3 مليار ويجيب ارقام عظيمة جدا عشان برضو المنتج ده في اكبر حاجة ممكن تحليه وهو الشعبية الكبيرة احنا بنعمل ايه بقى بنقعد كل يوم نشوه المنتج بتاعنا بعدين انا بصراحة متضايق من فكرة انه رجعنا تاني كلنا كده لفكرة الخناقات والتصريحات المتبادلة وده بيرمي وده بيعمل قصف جابها وده بيشتم في ده وده بيقلل من ده وبقى الموضوع رجع تاني عادي احنا عدنا فترة على فكرة في هدوء وكنا عارفين وقتها ايه سبب الازمات وما بقيتش موجود السبب بس واضح ان احنا بنحب الازمات واضح ان احنا بنحب الدوشة واضح ان احنا بنحب الخناقات طيب ده ضرر ايه انا النادي سين ممكن اكسب من مشاركتي في الدورة المصري ده رقم مثلا مليون جنيه طبعا مش الله اكبر من كده بكتير بس مليون جنيه طول ما الدورة بتاعك بيتشوه كده انت بش تاخد الرقم ده فانت بقت مسؤول معايا مسؤول معا اللي بيدير انت مسؤول في نادي بقت مسؤول معا اللي بيدير ان انت بتبوز المنتج محدش بيفكر في ده اه علشان ما تبقاش الصورة سودوية جدا السنوات الاخيرة حصل تطور كبير جدا في فكرة تسويق الدوري في النقل بتاع المباراة بتاعت الدوري في بعض الامور اللي تخلي الدوري بتاعنا شكله معقول بس الازمات دي كلها تخلص على الدوري واحكي لك حكاية تعرفك ايه اللي بيحصل وتقعد مع احد الاصدقاء مسؤول في احدى القنوات العربية لبلد ما عندهاش كرة قدم قوية او شعبية كبيرة لكرة القدم يعني وقال لي احنا دايما بنحاول نسوق للدوري بتاعنا انه دوري عظيم حتى لو في كثير من المشاكل كنت واحد بقوله قل لي دا احنا عندنا اكتر من كده بكتير قلت له دا بس ما حدش بيحس ولا حد بيشوف قال لي لأ اللي بيطلع للناس غير اللي موجود جوا قلت له طيب يعني هوا مفيش نادي بيعترض مفيش نادي بيداي مفيش لعيب بيشتم بيزعق مفيش كلام دا كله قال لي كله موجود بس كلنا فيه اتفاق ضمن قال لي كده نصا قال لي فيه اتفاق ضمني مش مكتوب انه لما الدوري بتاعنا يبقى صورته حلوة وناجح نكسب منه كلنا والامور تبقى عظيمة طيب دا مثل بعيد هجيلك بمثل قريب فيه جملة شهيرة اوي احنا كلنا بنقولها ويا حقيقة يعني بنقول ساعات كتير ايه مونادي الاعلي فيه مشاكل بس عارفين يحوطوا على المشاكل دي عشان كده الاهلي دايما ناجح وصورته جيد تخيل بقى اللي بيحصل في الاهلي ده لو بيحصل في كرة القدم المصرية بشكل عام المنتج بتاع الدولي المصري ده بشكل عام ايه اللي هيحصل انا مش بقولك ان المشاكل هتختفي بس تعالى ندري عليها تعالى نتفق ضمنيا ان ما نعودش ننورها انا بستغرب جدا ان احنا بنبص على جراننا وما نحسش بمشاكلهم واحنا مشاكلنا بقت على المشاع احنا بقنا فرصة للكل انه يفرج ويستمتع ويتسلى بينا اقوى دوري في المنطقة اقوى شعبية لكرة القدم في المنطقة العربية هي مصر ليه منستهتر بدا المنتج بتاعك منتج مغري لكل المعلنين هتقول ليه مغاكرين فيه انا هقولك طبعا موضوع التطور اللي بقولك عليه احنا خدنا خطوات بس ليه ناخد خطوات واحنا قادرين نجري ما نجري ما نجري بس هديك مثال انا المنتج الفلاني او البراند العالمي الكبير قوي اللي موجود في كل العالم لما عاوز انزل عالدوري المصري ممكن افكر مرتين عشان دا دوري فيه مشاكل وازمات لا انا منزلش فتلاقي انا بقولك حيطة تسويقية جدا فتلاقي المنتجات اللي بتسوق معك مش هي اعظم حاجة في العالم يعني شوية منتجات لذيذة كده معنا في السوق هنا فالاركام اللي بتتدفع قليلة لكن لما انت المنتج بتاعك يبقى مغري انا مش عايز اقول اسماء برندات في العالم عشان هتبقى اعلانات يعني بس هاي برندات كبيرة موجودة في دوريات حوالينا ينفع تبقى موجودة في الدور المصري هتقول ليه يعني هينزلوا على نادي السين واللصاد سيبك من قاله الزمالي على السين واللصاد وده الدوري اللي هم هينزلوا هينزلوا ليه؟ ان شعبية المسابقة بتاعتك شعبية فيها ملايين الناس بيفرجوا عليها مش هو مش شرط شعبية النادي شعبية المسابقة نفسها في مصر وفي الوطن العربي فلو سمحتم تعالوا كده نوصل الاتفاق حتى لو مش دمني بس معلن انه بلاش نقعد نشوه في كرة القدم المصرية انا ادعي انا ومعايا زميلي انها هتقول الوقت مش احنا بس يعني فيه ناس والله محترمة كتير بس ما بنعودش نمسك في مشاكل ونعمل خناءات ونعمل ازمات ودي برضو عشان مسؤولية ضمنية محتش بيقولك اعمل كده ومتعملش كده بس اللي واحد بيحس انه ما ده المنتج بتاعنا ما برضو خد بالك المنتج بتاع الدول المصر ده وكرة المصرية دي لما بيتضر ما كلنا بنتضر احنا كعلى بيه بنتضر انت كمشجع بتتضر كل الناس اللي في المنظومة بتتضر ترجمة نانسي قنقر